اذاعة الجزائر من الجلفة صوت الجلفة في كل مكان من طبيعة الأرنية والخير وتحضح لك موعد مع الأسرة أكيد حتى نصنع طريقة لنجاحهم يجب أن نبنيها على الثقة في النفس فهل فعلا تتقن الأمهات طبيعة أبنائهم على الثقة في النفس على أنهم يخطو خطوات حياتهم الأولى بأحلامهم ثم تزرع فيهم الثقة في النفس حتى يثقون بما يحلمون به ثم يحققون ما يريدون وما يطمحون إليه في المستقبل وما هذه كانت لبعض الأفكار التي جاءت وراودت الأخترندة وأرادت من خلالها ربما حتى أنها توعي المجتمع كيف يمكن أن ننتهج هذا المنهج وهو منهج الثقة في النفس حتى نحقق أحلامنا وطموحاتنا إذن يمكنكم مستمعاتنا الكلمات المشاركة معنا من خلال الاتصال العلقة من الاتفين سيفي 27-92-72-72-73 ومرحبا بكم وباتصالاتكم قبل أن نبدأ بك رندر رحو دائما إلى سيدة سعودة لإطراء ربما الموضوع وللحديث عن هذا الدور المهم في حياة الأسرة كيف يمكن للأم أن تكون مستمعة جيدة لأبنائها وتبحث في أحلامهم ثم تصنع هذه الثقة التي يحتاجها الطفل ويحتاجها أبنائنا اليوم السلام عليكم الثقة في النفس هو ثقة رحى كينا الأمهات هي اللي مايش ثايقة في نفسها كيفية تعود أم مايش ثايقة في نفسها تعطي ثقة البنة تعطي له الثقة من نفسه كينا أبا كيف كيف مرات نبدأ لدينا شكوك نقول هلو ما نقول هلو ش نقول له هذه هذه هي اللي قلت الثقة 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 كي تتبعثي ابنك وتقولي طائقة تديرها نقول له يخدمها بعد تقولي لا 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 يطيكش أنتي ما كيش تدير فيه ثقة كيف هو يدير ثقة في نفسه كيف هو يدير ثقة في بنتك كيف هدير هي في نفسه ثقة كينا أمهات اللي تتبع بنتها تقول هاني رايحة مثلا الصاحب تيقعتين ما اللي تدخل الطفلو هي التليفون يقول آلو وراك آلو وراك الراجل كيف كيف قال ترفضي التليفون آلو وراك هذه ثقة قلت ثقة معناها ثقة الكبير هو اللي يبدأ بثقة بنفسه ثقة في نفسه ويثقة في النصف الثاني اللي معاه واللي ومعاه ومن بعد نثقه ومن بعد نعطه الثقة لوليداتنا احنا عنا ماش ثقة في نفسنا كل واحد يقول كله كان عدنا كلمة له كان طور آه آه أكيد يكون يعني هذا الموضوع هو موضوع إصراء الذي اخترته رمضة واللي روح معاها نشوفه ربما لماذا الثقة في النسي حذاتها أو لماذا اخترتها أنت عنوان آه حتى أني من خلاله بما أعطاك تصور أو أبعاد أخرى آه قبل ذلك ربما تعرفك قبل على رندا إليك فيه يعني إمكانينا عرفه شكون هي رندا فضلي آه رندا آه إنسانة مؤمنة بالتغيير بالحرية آه لكن لم تيكون عندها الشجاعة الكافية لتخطئ خطواتها الأولى آه لأنها كانت تعلم سوف تهاجم سلبيا من مجتمعها مجتمعها لأن مفهوم الحرية والتغيير هو تجاوز حدود الدين والعادات حتى تخزنت أفكارها وطموحاتها ومبادراتها داخلها آه لأنها لا تستطيع التكلم ولا حتى النقاش عليها لأنها بكل بساطة أنظر حتى جاء اليوم الذي كان نقطة تحول بالنسبة لها الذي انكسر فيه صمتها عن خوفها لتتكلم وتقول عندي أفكار وأحلام لنتغير دون تجاوز أي حد فبدأت العمل عن نفسي وتطويرها وأول خطوات ثقتي بنفسي بعد التكالي عن الله اذهب بثقة وإبداع اتجاه أحلامك والكون يستجيب لك أول خطوات للإنسان أنه لازم يبدأ بها أنه يثق في نفسه لازم يدي الحويج لي خاف منهم يقول أنا نقدر يشجع روحه بنفسه وما يسمعش السلبيات هو يشجع روحه ما يستنعش الناس تشجعه باهي آمن بروحه إحنا عدنا ديما نستنعوا رأي الناس نستنعهم هما يكفاهي يشوفوا فيه يقيمونا يقيمونا لازم تتقييم روحك لازم تكون ديما عندك طاقة إيجابية أكثر من السلبية وتكون متأكد أنك تديرها معلش تديرها وتفشل أحسن ما تديرهاش لأن الفشل هو مشوار النجاح بداية النجاح أكيد يعني دائما نعرف أنه كل ما يكون يعني فشل الفشل يرح كل ما يطيحي نظ خليك يعني رح تواصل المشوار اللي هو أكيد هو مشوار مشوار النجاح يعني كانت من خلالك رندا عندك أفكار يعني كنت أحب هذه الأفكار أنك ترجميها في المجتمع أنك تنشريها أنك تقاسميها مع الآخر في المجتمع لكن عندك دائما النظرة السلبية أن المجتمع سيهاجم لماذا هذه النظرة هل ما زالت مجتمعاتنا حسب رأيك لم ترتقي لأن تتقبل من الآخر نعم لأن المجتمعنا دائما يرى للأمثى لا تستطيع دائما لما تكون عندها أفكار يقول أنها راحة راحة تقلط راحة تفوت لحد انتاحة ما يعطيهاش الحرية ويعطي هذه الثقة أنك راك يتقدري ويشجعها دائما يحطمها كفاه أنت طفلا حين الدوريك أنت جايتي تبدلي المجتمع كما هكذاك أنا درت مبادرة كما قلت لك مع صاحبتي مريم درنا مبادرة وأوراق كتبنا فيهم نصائح وكرسائل للتوعية لكن استجابة كانت قليلة كانوا انتقضونا شوية كما جاءت على هذه الورقة راحة تبدل المجتمع ما تقبلوهاش من بعد جاءت الفكرة أني لازم نوصل صوتي لازم تسمعو لازم تتقبلو ترتيج في الفيسبوك لا فيسبوك مجتمع فيها في الفيسبوك يسمعو هكا إن شاء الله لكن فقد نتكرمو على تقبل تقبل الفكرة في حد ذاتها ودائما نذكر أنه تقدروا تشاركم على مسامعنا ومسامعاتنا من خلال التصال رغمنا الهاتفين سيبا 272 272 272 مرحبا بكم بتصالتكم لإثراء هذا الموضوع الحديث عن كيف نشجع ربما الشجعة اللي لقيتها رندا حتى أنك خطيتي هذه الخطوة ومبقيتش خلف الصمت فقط قبل من نرجع لك ناخذ أول تصار معنا في الفضاء ألو صباح الخير ألو صباح نار صباح الخير ري تاج محبابيك أهلا وسهلا مصرحك بذلك الحمد لله بخير كيف حالك ري تاج الله الحمد لله ونكونوا أحسن يعني كما نقول لك نصبا صواتكم رغم يعني الله يسلمك نحن نكون أسعد لما نتوصل معاكم في مثل هذا الموعد كل خميس ري تاج يا عيش بالنسبة هذا البرنامج يعني أروى برنامج للأسرة صراحة صراحة أنا أسمع كثير من الإذاعات ولكن لم أجد برنامج مثل هذا يعني رائع جدا الله يسلمك هذا يعني تشجيع لنا يا ري تاج مشكورة على تشجيع وعلى أكيد هذه النوع من الثقة يعني طريقة قام بزيد نحن نحكر نحن نتوصل لك الدقيwen أكيد أتوصل أنني عدي الماب عم مه عم أكيد كما يحام يعني و seconds الأن يعني كانوا الناس يعني ميقولون وكان يروح يلعب وروح يتدرب ما عنده مينة صباط باش يشريه يعني هذي ستبعيني ونكنس يكذب عليك وما حاجة حانتي كيف اسكنت غير الوالدة وغير غير هومة احنا هيك نسجعيه وهان نشوفه كفاش يلعب نسجعون ونعطينه كثيقة وشفتي وراح وصل بك عب اكيد يعني الكل يعرفوه من لاعب يعني في المنتخب الوطني اكيد المنتخب والكنس فغير قتلك الدرج يعني صباط ما عندهش باش يشريه يعني وكانوا يشيقونه مكلاه يعني مكلاه يعني مكلاه هذا اللي في عصيب عليه كنت تنقلات وراح تغسر بها فدراه مراش تمزح ولكن دارتقى في نفسه يعني وراح وصل يعني فيعني انسان رغم العلاقين ورغم المشاكل يعني يعني شطر يقول يجب يعني يجب يعني يجب يعني دي حادة في بانه بلي حقاقها كما نقولوا صفور قوارحنا يا مثلا يعني يعني يجب يعني انسان يجيروا هذيك شغلات وحتيتها على رأسه وحتي كبه هذي كما يشلوش يعني ممكن تحاول يعني يعني إلا ما حاولت ما تنزحش أكيد لكن كيف في الأسرة كيف نشجع أبنائنا اليوم على أنهم نصنع فيهم هذا النوع من الثقة لأنه أكيد لما نصنع فيه ثقة فننتظر في الغد يعني شخصية أو يعني رجال في المستقبل نتكل عليهم لا يمكن أن نصنع ذلك من غير ثقة أو تبنى العلاقة بالثقة نعم يعني أكيد لازم دائما نشجع أولادنا على الثقة يعني لما غير ثقة يعني شخصية فلا راحش يصلوا فمثلا يعني يعني الولاد عندما يسكت أمه يقول له هذة كان يرسومة حركة يعمل هذي يقول له تقدر يعني مش درجة يعني تحصلوا درجة الغرور هكا يعني في غير ثقة يعني درجة الغرور لا لا يعني ممكن في درجة الممكن فا في أحد الأيام يعني يعني ماشي بعيد من فطيف واحدة المدينة يعني يعني وحي أسلت تقدر الطيار يعني 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 كنت تقدر الطيار صحب لنقرحهم ذلك يعني على شوية يروح فيها يعني يعني مش هذة الدرجة يعني فعلا نضائم ثقة في المعقول فهمتك كيف أكيد ثقة تكون ربما في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم أكيد يعني مش هذة الدرجة يعني دخل له أمور خيالية وليس يغضر حق الرحوم فهمتك كنونة شكرا يعني المشاركة وعلى الإثراء لبرنامجنا أكيد يعني أطلتنا كذلك لمحة والواقع يعني مليء من الناس اللي يعني كان ثقتهم في نفسهم لأنه من الثقة تنطلق الحياة أو تتوقف فلتوقف تفتك نفسك نحن نقصر المشير الدولة ما تدير الشقعتين والمعاندة نحن كتلتنا دير كما صاحبك ووراك ومتين بوشي وصاحبك خير منك يحط مو هذا هو نحن ما نقولوش للأم تعاني جارها مثلا هذا جاب تسعة وابنك جاب ثمانية تقولوه خير منك جاب خير منك شوف كما هو هذيك تزيد تكملو الطفل باش يعقبمو على المشعيراتو يزيد يحبط باش تحبس مش حل انها تعيرو مش حل احنا راه هالمعايرة الثقة ما تعطيهاش قاعدين نحن لله احايا راح راح بعدني راح كلها وانتما شغاد انتما تعقرها ولا لو تجيل ولا تتلحق ولا يكرمي عدي عقبو في الباك تقولو احي بات راق انتاليد ويجيب الباك يا باركتك روح شوف صاحبك الله يباتي يقرعوك يتكسر الوزيد يرقد انه الفعل يكون سلبي لا رجع عليك هنا يا دائما رندا للحديث يعني ربما عن هذا التصور انت صنعت يعني نوع من الثقة بينك و بنفسك كنت تتكلمت عن انك يعني بديتي بنفسك منك تصنع ثقتك بنفسك وثم تنطلقي من خلال يعني مبادرتك وهي يعني بعث رسائل رسائل ارشادية او لشي المصائح في المجتمع من خلال المطبوعات فهذه الثقة يعني مماشكول اللي ازرحها فيك او كيفش اني قدرت تصنحيها هل كان عنده علاقة بالمحيط انتعك ام ذاتك بشخصك تفضلي يا رندا ليساعدتني اكثر وطعتني قوة الثقة في النفس هي ماما عامل يخليها لك ان شاء الله ان شاء الله انا من طبيعي كنت خاجول من هدارش زي ما وش يسرى ما نقول حتى حاجة ما نقدر نعبر على رأيي من دي ما جاي بجيها من هدارش حتى لقيت عندي افكار وعندي هوايات وعندي طموحات اكبر من خجالي بديت نختم على روحي به النوثق في نفسي بديت ندير في الحواج لين خاف منه لين خاف هنديرها لين خاف هنديرها باش نكسب ثيغتي في نفسي وفشلت وفشلت وحاولت نظر ومنهم اني الباك حاولت وفشلت ودرك راني جاني احباط وبعد عرفت باللي راني هذا الفشل راح بداية نجاح بديت نعمل في المبادرة التوعي ونشجع روحي واحد وفي يعني في المحيط لما خرجتي بالمبادرة تاعك الى المجتمع ربما ماذا لقيت في المجتمع لقيت تشجع ورقيت الانتقاد انتقاد على اي شيء نبدو بالانتقاد قبل ما نروح للتشجع الانتقادات انه انت جايتي تغيري هذا هو المجتمع تقبلي دائما كانوا يقولوا لي هذا هو مجتمع تقبلي مكش انت اللي جاي تبدلي احنا تربينا كماك وهذا هو المجتمع مصلحة تلكم ايه هذا هو دائما انت تقبلي مش هو لي تقبلي مش هو لي تبدل على سابك ايه 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 هذه الانتقادات اكثر اللي كانت انه ما تقدريش تبدلي وما تقدري توصلي حتى رسالة اكيد 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 لازم الواحد يبدأ من نفسه لكن لغم هذه رحول للنقطة الاخرى هي اكيد النقاط الاحباط ولا يعني وين لقيت الاحباط بالضبط او ما هي الشيء اللي حبت يعني او اقول اعفونا النقاط التشجيعية نتكلمنا على الاحباط لكن التشجيع هنا على اي اساس هل هو تقبل الفكرة ام يعني زيت نشر الفكرة كيفش كان هذا التشجيع الجنب الايجابي التشجيع انهم التشجيع خلوني نوثق في نفسي تساعدوني قالوا لي تقدري وعاونوني قالوا تدعم تقدري واصلي على هك ركي انسان ناجحة وتقدري توصلي اي فكرة امنة بها تقدري يديري والانسان يقدري يدفع لحاجة يكون مصدق يمصدق ثقة في النفس هذه ثقة في النفس هذا ثقة في النفس الشخص الى امنت بنفسك وبثيقة بامكانياتك وانتو اش قادر يتمد اكيد نجاح في النفس لازم تبين انك واثق في نفسك حتى اذا كنت مكش واثق في نفسك برد تفعل اللي مقابلك هو يعطيك ثقة في النفس انه يلقيك واثق في نفسك يبادل لك نفس الثقة يعود يوثق فيك يزيد يشجعك يزيد يشجعك لازم تكون واثق في نفسك من بين المبادرات من بين الأفكار اللي حابيت تطرحيها اقول في الرسائل انتوك يعني على واش حابيت تركيز بالصبط انا اكثر تركيزات درتهم درت على على الثقة في النفس درت انه نسامح ليخطأ عدنا نجاوز للأخطأ عدنا زامر واحد تكون يقلط يبقى طول قالط حتى يتبدل ونسامح منقدروش ننساولو هذيك حاولو نسمح له ونخله يعيش معنا ودرت العامل نظافة نعاونه ونحترمه أولا وثاني حاجة انه نساعده عنده هو مكان يلم فيه مش لازم كل مرة يتبع ورقة أو يتبع رام إنسان كبير لازم نعاونه ودرت على انه الانسان مش قادر يختار شكل متاعه ولا لونه ولا حتى جنسه لازم نحترمه بعضانا كل واحد عنده فكرته كل واحد عنده لازم تغير ونتقبله ودرت فكرة انه تقدر تبادر بلا ما يكون عندك تكفي انها تخليك سأكيد يعني والابتسام رافع لها السحر ودرت على نشكر النعم إنه مكتر ما عندنا نعم نسينا الحمد ربي لازم واحد دي ما يفكر روحه راح ينساه دي ما يقول الحمد الله على النظل الحمد الله على كل يحمد ربي على نعم وابسط نحن نشوف ابسط نعم لكن هي أكبر نعم للحمد الله الواحد راه نعم بها وكما قلت يعني أحيانا ننسى أننا نشكر ربي على هذه النعم وكان ها يعني هك نجم نجم تدري حاجة معنها لك تربح إن شاء الله الباك وتقراي وقايتين وكي بأول تدري حاجة لي فيق بها إن شاء الله هكذا هناخد معنا التصال ألو التليفون تعكم فعرفي صعبوا يدي الحديث الذي كنت نقوله تعر وانا فورمي أوكي 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 وانا نعرف الحلوات اليوم لدينا ظهر أنك حكمت وانك معنا والله يحنم ستسمع ونحاول معكم أول نتأسف أنك لا تخدم التواصل مع نعم والله العظيم رأني كنت حتى باش نكلم في البرطابل ونقول هذك مسألة تليفون راح كاري ساعت كم يعني الرسالة نظل أنها وصلت الإبتصال دائم يجيني أوكي بي أوكي بي وانا مشغول وما كاش الإبتصال لكن اليوم رأنا سعادة أنك تواصل تيورك معنا ونقدر يعني من خلالك أكيد أننا نعصي أي حبي يبكي أنا وجدا نقول لك على ويدير دار الثقة هذي تتكون هالطفيل من بداية نمو تعطيله ثقة في نفسه كيف تعطيله ثقة في نفسه نعطيك مثلا أنا قاح بسيطة على الحياة اليومية ما نروح لك لدراسة دكاتيرا ما ندخلك على حالة نفسية عمية ما حتى تحية هذي تجارب بسيطة في الحياة اليومية اللي نعيش أكيد الطفيل مثلا قاب كان يدير لقطة ومن لقطات وكما نقوله هاك ويتعاقب من ابويه بترى ولا بطة كي تشدي هاك على جاب وتقوله يروح الباب ويسمح لي يعود ما تردد يقولك لا لا يبطني لا يزيد يقول له لا روح حبه وحبله راسه وسمح لي ورحم ما يدير لك آله كي روح الطفيل ويديرها ويحبه ببيه ويقوله صح حياته ما تزيد اشتعود هذي راها من آساس آساسات الثقة انه أول شي يجنب الخوف حاجة واحدة اخرى ما يعود القلطة لدارها ما يكررهاش ذالي ثاني يجلب انه يعود يخطأ في حياته قبل شوية بالشوية تتكون هذا الشخصية انت تروح إلى السن المراهقة الشباب الثقة كيف تكونيها الثقة لازم تصاحبه هذا الوقت راح جين النار السمع وليدات النار وليدات 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 هذا النار لا يوجد عصا لا يوجد عنف ولا يوجد حديث الشيء ولا التجرح ولا المعايرة هذا النار جين الصحبة إذا لم تصاحبته بسيط كل وقت هذا الطفيلة تتعود بينها وبين أممتها وتحدثها وتجير رضها لها هذه الثقة فالها صعبة مش أي واحد يعرفها لك وليس أي واحد يديرها تبقى ترح تحب في واحدة وتقول لي راح تديري ثقة مع ابنتك تكترها الضحك تقول لك أنا راح حدثها ندير راسي براسها عدت نتيجتها نقول لها وشكي دائرة وشكي عاملة لو كانت تقول لي راح دائرة كالتلفون ولا راح تخضر مع أسلان ولا مصحلة مع فتن لح الحوالة ألا هتلح الحوالة هتلح الحوالة انت في الدار خير من ترح تلحها هي في بلاسة أخلا على صحاباتها ولا أعلم معرفة شينا ولا على الناس ما تعرفة مش احمليها شوي شوي هذا هو الجيل هذا هو الوقت كما ركي حليتينها البرتابر كما حليتينها الانترنت كما حليتينها التيفيزيون حليلها مجر واحدة أخر ثاني هو الحوار هو أنك تتقربي منها أنك تقضيها لك هذي الطفلة وطفل نفس الشي تركي حكسك معين لا يجب أن نقصة لا يجب أن تخليه على الكيلو ويخرج البر خليه بعد قصة وما يشوفوش تكي تقول كما هاك وإن هل يربيه لك وإن هل يرد دورك ماذا لا يربيه ماذا لا يربيه ماذا لا يربيه هل يتلف تلف 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 يجعق لك الآيب والحديث يدور يجعق لك لا يردوا لي يتقصر عليه دوير وحرثوا حتى يقولك رسو خشين يعني كيف نبني الثقة أو علاقتنا بالثقة في حياتنا اليومية كما ذكرت رندقة بقليل هي أن الإنسان يبدأ من نفسه كل ما يبدأ من نفسه يكون يعني أكيد العدوى تكون إيجابية في المجتمع. هل لاحظت أنت من خلال أنك في محيطك الشخصي لما بديت يعني بنفسك وحاولت أنك تعزي الثقة في نفسك لا نقولوش تبنيها من وجود أكيد كانت لك ثقة لكن تعاودي تعزيها وتعاودي تنميها أو تمتنيها أكثر هل كانت لك عدوى إيجابية في المحيطة بحيث أنك قدرت تنقلي هذا الثقة وهذا النوع من تعزيز الثقة في النفس بينك وبين أفراد اللي إقراب منك ما قدرت ننقلها لأنه أي إنسان عنده ثقته في نفسه إلا كل واحد عنده بدرجة كان لي يأسر كان لي شوية كل واحد حسب ثقته كان لي غرور اللي هو عكس ثقة في النفس أنا كي بديت ثقتي في نفسي حسيت أنه الناس اللي معايا قبلوها ولو يبدلوني في نفس استجابوا استجابوا منهم أصدقائي والأقارب التسوي هذا محيطة تسعيب قدروا أنهم قالوا عنده لا تحسد هذه بقيلان عندك ومن نسبة أنك تذكرتك كانت عندك كذلك تقام شركتك في هذا المعامل في هذه المبادرة يعني أكيد هي نفس الشي بالنسبة لها بالنسبة ثقتها في نفسها يعني حتى قدرت أنها تكون معاك فيها في نفس الأفكار لكن للبحث عن الأفكار يعني هذه ربما عدنا رجع للمبادرة تاع رندل اللي هي بعث بالرسائل الأفكار اللي تحتويها هذه الرسائل هل يعني لحظتها في المجتمع ربما كيفش حتى يعني جلباتك هذا النوع من الرسائل هذ اللي درتهم من المجتمع من الواقعاتها أنا درناهم تصرفت على الأشخاص منهم كما يقول لك تعلم الأخطاء من اللي يخطأ تعلموا الصح من اللي يخطأ شفتهم حاولت أني ينبدل وبلعني زي ما درتهم في أوراق حبيت ما حبيتش نفتح باج في فيسبوك حبيت نعطيهم أوراق رجعوا رجعوا أنه الإنسان يقدر رشد ورقة ويقرها 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 رجعتهم لها جرعة أنا أقريبوا بعد الورقة ويقرها ناخذوا فقط اتصال معنا ثم نعود ونواصل ألو ألو صباح خير صباح الخير مرحبا الله يخلي أكبروا شكوركم بزداد للموضوع حدا اللي مستعودة والضيطة اللي رعب بكم ويستلمك شكرا وبرنوناسة بالموضوع لقتصر اليوم والله جدا سلمك شكرا حبيتنا أني جاء روحة مريم اللي رأي تكلمت معكم قبل قليل يا ما طوهم أولاد الذين أن يعطواهم إستيقاء تخيلين بعض المرات تطاقرون في قدة أمور يعني كيفش ما تقدريش إذا ما كنت تحضروا كتابين إستيقاء الثيقة ديت إنستيقاء وتغسل عليهم آخر حين ذلك يستغلونها ذلك يجيروا يدمروا ليش ملاحظة لكن نظام الإنسان ما شوي يخاف ويا ي ي ي ي نعلبان الإنسان لكن لن هل تلاحظي انه ممكن نفرقه ما بين الثقة وبين يعني الإهمال يعني حتى تعطي له الثقة وتبادليها الثقة مش رح تكون يعني فيه يعني متعسيش وما تعافيش رح يدير بما هذك الثقات خلي انه تكون كين تواصل بينك وبين ابن التاعك وراح يعني يتكلم معاك يعني كستديق كما كان ذكرت ان يكون أقرب شيء انا مثلا اوليدي عندي ابن يا خليتو انا ما نتكشي شديه ما مخبوط ما خليتين وشي حد ما يفكر قطع على الاتصال مليلأسف يعني معرفناش حتى الموضوع معيها 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 اكيد يكون معيها لكن فقا نتمنى انه لو تعبدل تعود تتصل بنا و تعود شرح انها ربما يعني الاشكالية اللي شافتها هي في منحة الثقة ربما فعلا انه ممكن ان يصبح في قدر السحرة كان المرهقة ثاني لها شوية صعبة كما قلت الكثيقة وقعتين كان ندراري اللي كي تعود مرهقة كي تبدأ المرهقة وقعتين اودي سخيب روحه خلاص هو راجل وسيخط في نفسه يعني خلاص مكانش خلاصة ولا كي بيو بلصح الأمة يخطي المرهقة بسحل الامة هي اللي اللي عمال مرهقة تفهموه خطيش المرهقة رها مرحلة بين الكبر والبيبي الكبر الصغر يعني مرحلة يبكي بلاف بلاسبة يشوكر بلاسبة حلقة اكتئاب حلقة اكتئاب هذا كلام باس نحن ذي كلام باس ما نفهمه نحن صحيح بكري ما عدناش المراهقة بصراحة بعد الستينات ما عقبناش ما نعرفوش المراهقة ذي المطرق وعقابع بصراحة ما كانش يعني ما يقولوش الأمة هتي حسولها صح في تربية كيف تفصل ذركة 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 نحن نحن معدناش نحن سكرة طفي الضوم قليتنا ابكي يظهك يخطي راسك ما تلقاك شكاة تلقاك شو كل حتى تعقب بص هذي كنا عقبوها قو حدنا اني رحم ذلك هذا الوقت هذا الجيل رها محظوظ والله قد محظوظ باللي امهات عاد تفهم تقولوا لادو ليسانس وما تبطشوا ومتحش ميه شوكا بكره كيو الله العظيم قد تحشم والبط قاعد محاينة عقبت علينا والحمد الله عقبت بصح ذلك الوقت احبوظينهم يقراوا يقراوا يفهموا كسكوس الادوليسانس وشاني المراقة وتحسلها وتقولك خلوها ومتعدش معها راح تعقب عليها صح ولا لا لا انتي ماما كيبني كنت مع سبجاتك ما تلقىك انا ماما في تربيتها ربيتني انه اعطتني ثقة اعطتني ثقة انه هاي الطريق المليحه هاي الطريق الشين من ثقة انتاحه ما تقدرش تروح للطريق المليحه هذه الثقة في النفس انه تكون واثق حتى واذا كان في ذلك الموقف ايه هذه الثقة ما يمنعش روما كما كانت ذكرت الاختة قبل قليل هذه اللي حب تقصده حتى انه نضع ثقة ما تمنعش ثقة انه الابن يقع في الخطأ مثلا تقول ايجي طفول يدخل من الدار مزقاق يقولها مارك عارفتني وين كنتها ما تقولوش مانيش عارفة وريني ايه هاي عارفت وتمقي وتضرب الناحط وبعدت الدقاب شوية تسرش وقعتين بتعرف باللي وين كان هذه هي بهم يتماداش تعطيل الثقة بهم يتماداش ايه احنا لا لا عدنا زوج حواجه احنا يتعطيل الثقة نيتمادة متقدرش تتحكم فيه والله تشدو انه كي مقولو يدير ميضي ينحط لحنوك على الثقة عدنا زوج متضربين واكيد يعني هي راح تنعكس في التالي على طموح ونجاح يحبه في حياته يعني في المستقبل يكون من مرحلة مراهم ثم الى مرحلة الشاب لما يكون في مرحلة الشباب يحتاج انه يبني نفسه يصنع نفسه يصنع شخصيته او تظهر خلاص يعني الشخصية تصنع من نعمة الاضافة لكن يحتاج الى انه الان يحيكون في مواجهة مع المجتمع والحالة اللي تعيشها الان اصبحت من خلال افكارك من خلال ما تريدين ان تقدميه للمجتمع انت في مواجهة مع المجتمع وهذه المواجهة اكيد فيها ايجابيات وفيها سلبيات فيها يعني اللي يساعدك وفيها حتى ربما اللي ينتقدك قبل ما نواصل ناخذ هذا الفاصل الاشهاري ثم نعود ونواصل ويمكنكم دائما الاتصال والتواصل من الهاتفين سيفو سبع وشين تنين ساين تنين عشر تنين وسبين تنين عشر تنين وسبين عودة مجددة الى فضع موعد مع الاسرة من خلال يعني اللقاءنا بكم دائما هذا الخميس وطرح المواضيع والاشكالات التعلق بالاسرة وبالمجتمع فموضوعنا كما سبق اذكرنا اليوم تكلموا على ثقة في النفس وكيف يمكن تعزيزها وكيف هو دور الاسرة في تعزيز هذه الثقة وتربية الابن على ثقته في نفسه اولا ثم ثقته في محيطه حتى يتنمى بشخصية قوية ومن خلالها اكيد نحصل على رجال ونساء نثق فيهم ونتقل عليهم لبناء هذا الوطن ومن خلال يعني هذا الفضع كانت نعينة اللي هي الاندا اللي حبت تعزيز ثقتها في نفسها وعندها طموح وافكار وكثير من الأشياء اللي تريد ان تترجمها من خلال نساء تقدمها المجتمع انها تتنور المجتمع وتشاركها كذلك كالشابة في العامة على بناء هذا المجتمع ورأت فكرتها من خلال نشر ربما افكارها ولا تتركها ربما حبيسة الذهن او حبيسة الادراج فخرجت بها للمجتمع وربما هذا يخلي انه يكون عندك طموح اوسع او اكبر رندا دائما نستنى اتصالكم وتواصلكم معنا في الربع ساعة المتبقى من عمر هذا البرنامج نعود نرجع عليك دائما رندا للحديث عن اختيارك للثقة في النفس وتعزيز هذا الصفة التي نحتاجها ان تكون قوية لدى كل فرد وكل شخص في مجتمعنا كلما كانت هذه الصفة قوية كلما قدرت ان تبني شخصيات عندهم ربما افكار وعدم طموح وعدم نجاحات في المستقبل وهذا ما نحتاج اكيد في مجتمعنا فنعود نرجع للثقة في النفس وكيف رأيت ربما لما تخرجت بها للمجتمع كيف رأيت هذه الثقة وكيف تقبلها الاخر منك في حياتك اليومية هي كين اللي تقبلها وكين لي ما تقبلها لانه الانسان طبعه ما يقولش انا مانشواثق في نفسي انسان كامل يبان بالمغرور وانا واثق في نفسي قولك انت من سنكش انت بها ديت توريلي ثقتي في نفسي لكن حاولت اني نسهلهم الموضوع يفهموه كامل انك فاشت واثق في نفسك فات عزيز ثقة ابنك في نفسه اول انتقال للكبار حكيت انا في موضوعتي اعطيت اسئله وشرحت الاسئله انت وحكيت على الفاشل وعطيته بشكل تحفيزي انه فاشل مش النهاية بالعكس هو البداية وعطيت قصة قصة نجاح امرأة نجحت مع كل الصعوبات وعطيت الخطوات اللي تعملها باش تنجح وتوثق في نفسك ودرت انه كفاش يوثق الطفول في نفسه انه الطفول اول مدرسة له هي العيلة انتاعه لازم هون ليعطوا لثيقته في نفسه اذا ابنوا لثيقته في نفسه مليحة حتى يخرج حتى ينتقد وجيه احباطات تبقى ثيقته في نفسه مثلا نصيح الامهات اذا ابنك سقسيه لازم في هذا اللاج كي يكون صغير حديره اهدافه باكي يكبر مآمن بها مثلا نقول اني حاب نكون طبيب امنيه بذيك الفكرة وفري له الجو طبيب مثلا في الغرفة انتاعه شري له ألعاب طبيب ألعب معه كأن كنتين مريضة هو طبيب يصدق فكرة انه طبيب والعكس ان مهندس او طيار مهما تكون مهنة يحاب يختارها وبعد حاول تديه زيارة للطبيب طبيب العائلة يحاول يفهم معاه يشوف يفهمه الطفول في عقله في عقله الباطني يؤمن بهذه الفكرة يؤمن بالي انا رايح نكون طبيب هذي فكرتي ونقدر نكونها حتى وراها صغير لانه انا كنا صغير كنا نكونوا نحوصوا نكونوا طب بداينا نكبرو بداينا نحسوها حاجة بعيدة ياسر منقدروش نوصلوا لها لازم تتتأمني بهذه الفكرة انه تقدر تولي طبيب وزيدي ديري له وفري له الجو دائما تشجعيه حتى وإذا ما كانوا مع علامات وتسمح انه يكون طبيب مثلا في الابتداء كان ناقص ولا في المتوسط دائما تشجعيه دائما قولي له فكرتك مليك وتصغيرها كنت تحوص تكون طبيب تحوص 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 من طفل الى شاب لكن العائلة لازم تتتتحوص لكن اكيد كما ذكرت لكن هنا احتاجوا الى دور العائلة الأسرة ليست فقط الأم وحدها لكن كل أفراد الأسرة الأم الأب يعني حتى الإخوة حتى المحيط القريب من الأسرة يعني مجرد أن يكون أحباط واحد بنسبة هاته فأكيد رح نضيع منه يعني نسبة كبيرة من تلك كلمة بلك تنتقاد خفيفي حط مكامل معنى سيدك ونت رح تنتقد ابنك حاول تنتقده بانتقاد مليح مثلا مثلا كهذا الانتقاد يساعد الأمهات مثلا ابنك يدير ديقة خطط في الحيط ركي راح تقسلي الحيط ركي راح تقسلي ما نتحاولي ما تتعطيلوش الانتقاد لي ضروا مثلا نقولي لو ابني رك ترسم و رك ناجح لكن مش في هنا بلاست الرسم بلاستو في الورقة تعم فهمي مش تذكي علي تشوكي كم يزيد شي رحمة رواهم رحمة عدو ثلاثة والله ربعة تبعوا فيها وقاكي قسلت وكملت ويروح إليها رحمة بلا شعور راهي ما يشتاقى منه سهل الله قلب تكلمي خليها يعني تصعصى لحظة الذينية يقولك سعصى لا تأخذ شرايك ترفضوا تخفضوا لها كلها صعب 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 نحاولوا أحد صعب ربما أكيد يا نادي بدينا بدينا خالض صعب 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 كان تعليك قات느 لا تكون Florida companies يح Peak يحو幻 اللي بدون شعور اهلا نرجع للأهمية يعني الان ربما يقولك التربية بدلت مش كما كانت في القديم واصبحت عندها شكل معاصر معاصر العصر انا دخلت حتى في التربية ناخذ معنا التسار ألو صباح صباح الخير مرحبا أهلا وسهلا بك من معنا معك بنت الريك مرحبا بك بنت الريف أهلا وسهلا من عين الريش سترك الحمد لله بخير كيف حالك وكيف حال الناس الحمد لله والله حدث نشارك معك بالنسبة العدم ثيقة بالنسبة انا نحس ذا عدم ثيقة بالنسبة لانه يعني انا مع الناس نقول لك انا عمري ولا قريت والديها دائما تقول لي حرجون يقول لي قريتي ولا ما قريتش وقل له فهم أنا قريتي نحس بالنقص دائما يعني ما حاولتش تلتخي وهابتش تلتخي يعني كيفاش الواحد يعني يعني انا ما عرفنا قرار الحمد الله هنا قرار القرآن الحمد الله لا بصفح كما تخذ القرآن يعني دائما نحس بالنقص هل ما حاولتش تلتخي بأقسام أحو الأمية أو حدثت يعني يعني انا بكتك بنت الريف يعني فاكني تلتخي بأقسام أكثر احو الأمية وضرفتنا يعني ما تتمح الناس صح تأكدي من حاجة يا بنت الريف انه العلم ليس له حدود وليس له جدران وليس له تطلقني تطلقني ربما علوم كثيرا يعني آسفة ما قدشت تطلقني ربما عن طريق الهاتف لكن احتمني عن طريق المذيع نتمنى ذلك انه اكيد انه العلم ما عندوش خدود ما عندوش جدران وما عندوش يعني في اي وقت قدري تطلقني وليوم يعني الحمد الله مجلة كلها فقط تعد عندك معرفة وعندك ثقة في نفسك قادرة انك توصلي بمعرفتك حتى بالمعارف انه مهتنا بكري ما كانوا شربما يقراو لكن قدروا يوصلوا جيل والحمد لله رانا نشوفوا يعني ابنائهم رانا حكمين يعني اطارات وجدين يعني احلى المناصب فثقتك في نفسك هي قبل كل شي وتعزيها من خلال المعرفة وتقدر تثقف وحدها زي ما تقرأ لانه الدراسة مستوى والثقافة اكبر منها اها اوسع ما عليش حتى انك تعفي تقراي وتعفي تكتبي وتعفي تكتبي تقدري انك تتقراي وتتوسع في كامل مجالات واول حاجة لازم ديرها لازم تتغيف نفسك تقدري مش انهم كي موصلتيش للمستوى معين انك جاهلا تقدري تتكفي احيانا نتصدم نجد ربما شباب او شابات اني متخرجين بديبلومات ومشاهداتهم لما تسأليها ربما عن السؤال في الثقافة العامة او يعني يبقى يتفرج فيك معهش اين من اين لانه مشكلة معرفة مشكلة ثقافة ومشكلة اكبر من ان الواحد فقط الثقة في النفس انك تقدري تتحصل على ثقتك في نفسك فتحلي كل الابواب ومتبقاش ان الواحد عنده اي عراقين هذه اللي نرجع لها يعني لبناء الذات من خلال وتطويرها من خلال ثقتها في نفسها اول شي اول مصالحة تكون مع الذات من خلال بناء الثقة فقط يعني نرجع الى رندا وطموحها من خلال هذه المبادرة من خلال هذه الافكار من خلال هذه المصالحة اللي خلالتك تصالحي نفسك من خلال انك تعزي ثقتك في نفسك وتقويها وتنتلقي يعني في المجتمع وهذا يعني اكبر دليل انك قدرت تكوني معانا في الاذاعة وتوصل صوتك لربما المجتمع لا يسمع فينا فما هي الطموحة الذي في اثاقك رندا اثاقي في حابة اني نكمل قرائتي نجيب الباك ونكمل اما في المبادرة ان شاء الله حابة نكمل في مبادراتي حتى نوصل اني ندير جمعية جمعية خيرية للنساء وحابة نكون اني خدمت عليها حابة نكون كاتبة بديت في رواية وراني نكمل فيها ان شاء الله وحاجة اهم اهم اني عندي صوته لازم انا نهضر به مش واحد اخر يهضر بصوتي انا صوتي انا نهضر به حابة هذه مش حابة هذه اني منقدرش ندافع على حاجة وانا مش مصدقتها لازم انا اللي مصدقتها انا ندافع عليها ورينوش كتبتي في الورق اللي فرقتيهم بالنسبة للرسائل الرسائل اللي اذا بنا تقرايهم للمستمعين يمكن لما وصلتهم اول موضوع لا تنسى ان تتأمل لحظة في نعم الله لديك استجعر نعم جسدك وحواسك نعمة العقل قيمة الحرية والامان استجعر بقيمة الاسرة وقل الحمد لله لا تفكر في ما لا تملك في ما لديك الاسلام الوالدين الحب العقل الصحة الاخوة وهو الذي انشأ لكم السمع ليس من الممكن ان تختار شكلك ولا صحتك ولا لون بشرتك لكن يمكن ان تختار احترام الاخرين والرضا بما قسم لك مولاك والاحترام بما هو اكثر قيمة في ذلك الخيار لك الموضوع الثالث ثقة في النفس الفقير الفاشل التعيس والمريض هذه اكثر شخصيات التي تحب استخدام كلمات غدا لا تقلق من كونك وحيدا موسيقى 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 الكلمات المشاركة معنا من خلال الاتصال العراق من الهاتف 27-92-72-72-73 مرحبا بكم وباتصالاتكم قبل من نبدأ بك رندر رحو دائما إلى سيدة سعودة لإطراء ربما الموضوع وللحديث عن هذا الدور المهم في حياة الأسرة كيف يمكن للأم أن تكون مستمعة جيدة لأبنائها وتبحث في أحلامهم ثم تصنع هذه الثقة التي يحتاجها الطفل ويحتاجها أبنائنا اليوم السلام عليكم الثقة في النفس هو ثقة رحى كينا الأمهات هي لي ما يشتايقة في نفسها كيفية تعود أم ما يشتايقة في نفسها تعطي ثقة لبنها تعطي له الثقة من نفسه كينا أبا كيف كيف مرات نبدأ لدينا شكوك نقول هلو ما نقول هلوش نقول له هذه هي قلت الثقة الثقة كي تتبع في ابنك وتقولي طائق تديرها نقول له يخدمها بعد تقولي لا 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 يطيكش أنت لا تدير فيه ثقة كيف هو يدير ثقة في نفسه مهو كيف تدير ثقة في بنتك كيف تدير هي في نفسها ثقة مهو كينا أمهات التي تطببها بنتها تقولها نرايحة مثلا ما عدتنا حسب رأيك لم ترتقي لأن تتقبل من الآخر نعم لأن مجتمعنا دائما يرى للأنثى لا تستطيع دائما لما تكون عندها أفكار يقول أنها رايحة رايحة تقلط رايحة تفوت لحد انتاحها ما يعطيهاش الحرية ويعطي هذه الثقة أنك راك يتقدري ويشجعها دائما يحطمها كيف أنت طفلة حين الدورايك أنت جايتي تبدلي المجتمع كما هكذاك أنا درت مبادرة كما قلت لك مع صاحبتي مريم درنا مبادرة وأوراق كتبنا فيهم نصائح وكرسائل للتوعية لكن الاستجابة كانت قليلة كانوا انتقضونا شوية قالونا زع ما جلت على هذه الورقة رح تبدل المجتمع ما تقبلوهاش من بعد جلت الفكرة أني لازم نوصل صوتتي لازم تسمعوه لازم تتقبلوه هل ترتيج في الفيسبوك؟ لا فيسبوك مجتمع فيها في الفيسبوك يسمعوها إن شاء الله لكن فقط نتكرمو على تقبل تقبل الفكرة في حد ذاتها ودائما نذكر أنه تقدروا تشاركم على مستمعنا ومستمعاتنا من خلال التصالة رغمنا الهاتفين سبع عشرين سبع عشرين سبع عشرين سبع عشرين سبع عشرين مرحبا بكم بتصالتكم لإثراء هذا الموضوع بالحديث عن كيف نشجع يعني ربما شجع اللي لقيتها رندا حتى أنك خطيتي هذه الخطوة ومبقيتش خلف الصمت فقط قبل من نعرفها حتى جاء اليوم الذي كان نقطة تحول بالنسبة لها الذي انكسر فيه صمتها عن خوفها لتتكلم وتقول عندي أفكار وأحلام لنتغير دون تجاوز أي حد فبدأت العمل عن نفسي وتطويرها وأول خطواتي ثقتي بنفسي بعد التكالي عن الله اذهب بثقة وإبداع اتجاه أحلامك والكون يستجيب لك أول خطوات للإنسان أنه لازم يبدأ بها أنه يثق في نفسه لازم يدي الحويج ليخاف منهم يقول أنا نقدر يشجع روحه بنفسه وما يسمعش السلبيات هو يشجع روحه ما يستنج الناس تشجعه بهي آمن بروحه نحن عدنا ديما نسان نوراي الناس نسانهم هما يكفه يشوفوا فيه يقيمونا يقيمونا لازم تتقييم روحك لازم تكون ديما عندك طاقة إيجابية أكثر من السلبية وتكون متأكد أنك تديرها ما عليش تديرها وتفشل أحسن ما تديرهاش لأن الفشل هو مشوار النجاح بداية النجاح أكيد يعني دائما نعرف أنه كل ما يكون يعني فشل الفشل كل ما يطاح ينظر خليك يعني راح تواصل المشوار اللي هو أكيد وهو مشوار مشوار النجاح يعني كنت من خلالك راندا عندك أفكار يعني كنت أحب هذه الأفكار أنك ترجميها في المجتمع أنك تنشريها أنك تقاسميها مع الآخر في المجتمع لكن عندك دائما النظرة السلبية أن المجتمع سيهاجم لماذا هذه النظرة هل ما زالت مجتمع هداعة الجزائر من الجلفة صوت الجلفة في كل مكان بيت كبيرة يا دني ما تعرفنا سغسي عنا شوف واسمع وش يجي أرانا كرمى والضياء فاسيمتنا ما تغلى حاجة ولا تفعل ذلك والرجلة والنيف من طبيعتنا والنيا والخير وتفضح لك موعد مع الأسرة أكيد حتى نصنع طريقة لنجاحهم يجب أن نبنيها على الثقة في النفس فهل فعلا تتقن الأمهات طبية أبنائهم على الثقة في النفس على أنهم يخطو خطوات حياتهم الأولى بأحلامهم ثم تزرع فيهم الثقة في النفس حتى يثقون بما يحلمون به ثم يحققون ما يريدون وما يطمحون إليه في المستقبل وما هذه كانت بعض الأفكار التي جاءت وراودت الأختراندة وأرادت من خلالها ربما حتى أنها تواعي المجتمع كيف يمكن أن وما تدخل الطفلة وهي تليفون يقول ألو وراك ألو وراك الرجل كيف كيف قالت ترفض التليفون ألو وراك هذه ثقة قلت ثقة معناها ثقة الكبير هو اللي يبدأ بالثقة بنفسه ثقة في نفسه ويثقة في النصف الثاني اللي معاه واللي معاه ومن بعد نثقه ومن بعد نعطه الثقة لولاداتنا احنا لا نشتقي في نفسنا كل واحد يقول كله كان عدنا كلمة كان طور أكيد يكون يعني هذا الموضوع هو موضوع إثراء الذي اختارته رندا واللي يروح معاه نشوفه ربما لماذا الثقة في النصف ذاتها ولماذا اخترتها أنت جنوان حتى من خلالها بما أعطاك تصور أو أبعاد أخرى قبل ذلك ربما تعرفك قبل على رندا إلا فيه يعني إمكانينا عرف كون هي رندا فضلي رندا إنسانة مؤمنة بالتغيير والحرية لكن لم يكن عندها الشجاعة الكافية لتخطئ خطواتها الأولى لأنها لأنها كانت تعلم سوف تهاجم سلبيا من مجتمعها لأن مفهوم الحرية والتغيير هو تجاوز حدود الدين والعادات حتى تخزنت أفكارها وطموحاتها ومبادراتها داخلها لأنها لا تستطيع التكلم ولا حتى النقاش عليها لأنها بكل بساطة ترجمة نانسي قنقر